أعلنت الحكومة خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية تنفيذاً لتكلفة رئيس عبدالفتاح السيسي بالمضي قدماً في تحقيق معادلات نمو إيجابية خلال المرحلات المقبلة وذلك بالتوازي مع إجراءات الحماية الاجتماعية والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين في الجمهورية الجديدة أصبح العمل أسمة رئيسية للدولة حتى في أصعب الأزمات وأحلك الأوقات ولأن مصر ليست بمعزل عن العالم أعدت الدولة خطةً للتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها خطة تشمل تعزيز نشاط القطاع الخاص والعمل على زيادة توطين الصناعات إضافةً إلى المضي قدماً في إجراءات الحماية الاجتماعية مع العمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين إحنا بنتكلم على أسوأ أزمة يمر بها العالم كله منذ العشرينات من القرن الماضي يعني من مئة سنة دي أسوأ أزمة وكل العالم بيقول دي أسوأ أزمة بيمر بها العالم لم تحدث منذ بعض بيقول يا إما من فترة الكساد يا إما بعض بيقول من ساعة الحرب العالمية التانية يعني برضو من حوالي 80 سنة لم يشهد العالم الأزمة اللي موجودة دلوقتي وتتضمن خطة الحكومة خلال الفترة القليلة القادمة الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار كل سنة لمدة أربع سنوات بإجمالي 40 مليار دولار كذلك تعمل الدولة على رفع نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من نسبة 30 إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة كما تعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالشركات الناشئة خاصة ما يتعلق بريادة الأعمال وفي مجال التحول الأخضر والطاقة المتجددة تعمل الحكومة لأن تصبح مصر مركزاً كبيراً لإنتاج الطاقة من الهايدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء حيث وقعت الحكومة مذكرات تفاهم باستثمارات تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول 20-30 كذلك تستهدف الدولة حالياً تعظيم الصادرات في تسعة قطاعات أساسية حيث تم وضع خطة لهذه القطاعات للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة وذلك على الأكثر ولم تكن سوق المال ببعيدة عن اهتمامات الدولة حيث تستهدف الحكومة ضمن برنامج الطروحات عشر شركات تابعة للدولة يمكن ترحها قبل نهاية العام في البورصة كل تلك الجهود التي تمت والتي يخطط لها مكنت مصر من تخطي الأزمات المحلية والدولية والصمود في مواجهتها لتستمر في تحقيق معدلة نمو إيجابية خلال المرحلة المقبلة